لكم إلى خبر آخر في علاقة بالترند وما رأيكم بهالقبعات وهي ترند أو الموضة بالنسبة إلى ربيع 2024 مش بعاداتي نتحدث على الموضة ولكن الموضوع لقيته البارح ليفت نوعا ما موضة جديدة مش يكون موجودة الآن وبدأينا نشوفوا عدد طبعا من السيدات يقوموا بصور بهذه الطريقة لهذه الموضة الموضة هي طاقية حسب ما يقولوا ولكن تخيلوا أنه حتى البارح كان لها شاك الطاقية ترند على كل هيتنا عملوا هكا جولة على بعض الصور هي شكلها تشبه للطاقية ولكن نوع من القبعات التي ستكون موجودة كترند في هذا الربيع وفي لبس الصيف ربما بالنسبة إلى السيدات وطبعا الناس اللي هم هكا مؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال اللبس والموضة نعرف أنه كل واحدة منهم تجرب حاجة نلقاه من غدوة ما يقلش على مئتين ألف واحدة مجربتهم لكلهم تقريبا هذا أبرز ما تم تدوله إضافة إلى خبر طبعا لا ننسيه لا عندي صور ولا عندي فيديوية تعليه مع الأسف نعرفه إلى أنه طبعا حقوق بث بالنسبة إلى ما يتعلق بالرياضة ولكن نعرفه أنه انتر توجه ببطولة الدور الإيطالي ويعتبر الأول الذي توجه ببطولة فلذلك مبروك للانتر هارد لك للميلا مباراة صعبة كانت البارح والحديث عليها سيطول ويطول أكيد في وسائل التقص الاجتماعي ولكن القبع ترند ما رأيك يا سارة أن تجربي هذه التقية؟ هي حلوة الصورة أنه أنت عم تخبر وهي وراك بتسمع يعني ما كنت بتخيل أنت قلت أنه أنت عم تحكي عن المودة أنا بحكي عن المودة ولكن ما كنت بتخيل أنه حيجي يوم من الأيام يا أمين ولأ اتبع المودة حاستلف شيء من بابا يعني أنت فاهم أنه بابا الآن غالبا هو عم يتفرج علينا بهذه الحلقة هو على المودة ومتبع الترند بحزافيره لأنه تعرف يعني معظم أنت تجيبين الكادو سارة لا أقل لك بابا عنده بالبيت غالبا هو حاليا لابس واحدة وهو بيحضرنا أكيد فإذا حابين يعني كل اللي حابب يأخذ من عندنا موجود كيف تعرف باش ذكرني فكرة التقية النبوذة لأنه كما قلت أنت كما قلت ويلدك إن شاء الله ربي صادت صبعا عنده واحدة وأكيد لو ممكن تتسلفها من عنده ذكرتني ذكر الموذة بتاع القمصان الأوفرسايز صح كلنا أخذنا قمصان أخواننا صحية جت فترة كل البنات أخذوا قمصان أخوانهم ومقتلي بديت موذة الأوفرسايز بديت موذة القمصان اللي تظهر شويها ككبير والهوكي صح كلنا سلفنا